يوم الاثنين يعني يوم ملخص الأخبار على بلاير وين وهذا الأسبوع الكلام عن جديد كولف دوتي وآخر أخبار أكبر الشركات في صناعة الألعاب مثل ما شفنا في الأسابيع الماضية في ملخص الأخبار هذه الفترة هي فترة تنشر الشركات لتقاريرها اللي تخص نتائج الربع الماضي في السنة المالية واللي تهمنا لأنها عادة تكشف عن وضع الشركات وخططهم من المستقبل والكلام هذه المرة عن استحواذ إكس بوكس إلى أجدد أكتيفجن فمن خلال اجتماعهم الأخير أعلنوا أنه الأول مرة من ثلاثة سنين ينخفض عدد المستخدمين الشهريين لأقل من 100 مليون لاعب لكن بسبب النجاح الكبير لألعاب الجوالات من الشركة وبالأخص ديابل وإمورتلز وكود فمن ناحية العوائد وضع أكتيفجن جدا ممتاز وأصلا بشكل عام هذا الانخفاض في أعداد لاعبي الأجهزة المنزلية يتماشى مع اللي حاصل لأغلب الألعاب وأغلب الشركات بعد ارتفاع كان جدا عالي في السنتين الماضية بسبب جلوس الناس بالمنازل لكن طبعا مع صدور الجزء القادم من Call of Duty واللي بيكون بعنوان Modern Warfare 2 فالشركة متوقعة عودة الارتفاع من جديد خصوصا أنهم متوعدين أنه جزء هذا العام رح يقدم نقلة نوعية في سلسلة الشوتر الشهيرة وتم الإعلان أنه في يوم 15 سبتمبر القادم رح يكون فيه حدث مطول نشوف فيه طور الأونلاين واستعراض طور البات الرويال الجديد الورزون بوينت 2 وبداية من 16 سبتمبر رح تبدأ البيتة الخاصة بالتجربة من خلال خريطة حلبة الفورميلة اللي تم نشر لمحات لها مع العلم أنه البيتة رح تكون على مراحل أولا لأصحاب الطلب المسبق على بلايستيشن ثم لكل اللعبين على نفس المنصة وصولا لأصحاب الطلب المسبق على بقية الأجهزة وأخيرا بيتة مفتوحة بشكل كامل لكل المنصات واللعبين يذكر أنهم أكدوا أنه بالإضافة لصدور مودر وورفير في 28 أكتوبر فحتى النسخة الثانية والجديدة من الورزون فمفترض أنها تتوفر لاحقا هذه السنة يعني ممكن في فترة آخر شهرين من 2022 وغالبا فحدث 15 سبتمبر رح نعرف أكثر أما بخصوص 2023 وبالرغم من التقارير اللي ذكرت أنه العام القادم رح يكون أول عام من غير جزء جديد من كولوف دوتي فاكتفيجين أكدوا أنهم شغالين على محتوى عالي الجودة للسنة المقبلة فاستحواذ مايكروسوفت وإكس بوكس على أكتفيجين ما زال ماكتمل مع استمرار تأكد الجهات المختصة في دول مختلفة من قانونيتها وعدم مخالفة أي قوانين للاحتكار ومن خلال هذه الإجراءات وتحديدا في البرازيل فتم الكشف عن مستند يعطينا نظرة داخلية على كيفية دراسة الشركات لمنتجات بعض لأنه على حسب رأي بلاي ستيشن حول كولوف دوتي لعبة أكتفيجين الأهم والأنجح فشوفوا أن حصرها على منصة رح يكون له تأثير جدا قوي لأنه على حسب وصفهم أهمية كود على الصناعة غير قابلة للوصف وأي مطور منافس وبنفس الميزانية مستحيل يقدر ينافسها والسبب هو تخصيص استوديوهات كثيرة وموارد تقدر بمئات الملايين سنويا من أجل إصدارها بشكل سنوي مع عمل ما يقارب 2500 شخص ما بين مطورين ومسوقين على كل عنوان الرقم اللي يعتبر أكبر من أغلب الاستوديوهات اللي طور ألعاب مختلفة وذكروا أنهم يشوفوا حتى في حالة إذا فيه شركة قررت أنها تخصص كل هذه الموارد لمنافسة كود فما رح ينجحوا لأنه ببساطة اللعبة صارت متأصلة بصناعة الألعاب واللحاق بها الشيء بمستحيل وأنه بلايستيشن تشوف أنها تقريبا العنوان الأهم في ألعاب الشوتر من منظور الشخص الأول مع متابعة وأعداد لعبين متفوقة على البقية وكمثال على هذا الكلام فذكروا أنه بالرغم من ضعف أداء الجزء الأخير فانغارد إلا أنها كانت من أكثر الألعاب مبيعا في 2021 الشيء اللي السبب فيه هو الولاء الكبير من اللعبين مثل ما ذكرت هذا الكلام يعطينا نظرة على طريقة مراقبة الشركات المنافسة المنتجات بعض وطبعا مايكروسوفت أكدت أنه حتى مع إتمام الاستحوات والمتوقع أنه يكتمل من النواح القانونية فرح يحترموا التعاقدات السابقة مع صدور كود لثلاثة سنين قادمة على أجهزة بلايستيشن لكن بعد هذه الثلاثة سنين فمن غير المعروف أو المؤكد إيش رح يحصل وبشكل كبير يعتبر هذا أحد الأسباب المهمة اللي يخلي سوني وبلايستيشن يستحوذوا على بنجي ويركزوا على نشر ما يقارب العشر ألعاب أونلاين خلال الأربع سنين القادمة أيضا العملاق الياباني نينتندو فكشفوا عن أرقام مهمة في اجتماعهم الأخير مثل أنه بالرغم من الانخفاض الحاصل في المبيعات مقارنتهم بالعام الماضي إلى أنه سويتش فاستمر في تحقيق أرقام جدا ممتازة مع تجاوز البلايستيشن 2 في نفس الفترة ووصول الجهاز إلى 111 مليون نسخة مباععة يعني إذا استمر الوضع بهذا الشكل فممكن جدا أنه خلال السنين القادمة يقترب أكثر وأكثر أو حتى يحتل الصدارة كأكثر الأجهزة مبيعا خصوصا مع الاصدارات القوية والحصرية القادمة ومع تأكيد الشركة أنه ما في جهاز جديد على الأقل حتى نهاية السنة المالية في مارس 2023 ومستمري مع عمالقة اليابان وتحديدا سكوير إينيكس ففي الربع الأخير عانوا من انخفاض 15% من المبيعات لكن في الموجمل الشركة في وضع جيد مع انتظارهم للعوائد في الشهور القادمة مع صدور فور سبوكن وفاينال فانتاسي لكن أيضا من الأشياء التي تستحق الذكر عن سكوير إينيكس هو تصريحهم أنهم منفتحين لبيع أجزاء من استوديوهاتهم المتبقية بعد بيع الاستوديوهات الغربية التابعة لهم الإمبريسر جروب الشيء الذي يرجع زاد من الإشاعات عن إمكانية دخول البلايستيشن على الخط في استحواذ جديد لكن يبقى كلام غير رسمي وغير مؤكد بالرغم من هذا الانخفاض اللي حاصل في صناعة الألعاب عموما إلا أنه في بعض الشركات قدرت أنها تحقق نجاحات حتى فاقت توقعاتها مثل بانداينامكو الناشرين اللي لعبت فروم سوفتوير اللي نجاحها كان خرافة على كل الأصعدة إلدن رينك فشاهدوا ارتفاع أكثر من 50% في العوائد وأداء أكثر من ممتاز الأربع من ألعابهم ويذكر أنه إلدن رينك ومن وقت الإصدار وبالإضافة للمبيعات والتقييمات العالية جدا فتصدرت الألعاب الأكثر متابعة على يوتيوب وتغلبت على الكثير من العناوين العريقة اللي تصدرت هذه القائمة السنين طويلة بشكل بصراحة شخصيا أسعدني لأنها عادت تأكيد أنه الألعاب اللاعب الواحد والقصة ما زال لها سوق جدا كبير وممكن حتى أكبر من أي وقت سابق الشيء اللي واضح أنه حتى EA اقتنعوا فيه تماما بعد ما كانوا من الشركات اللي شبه استسلمت من ألعاب اللاعب الواحد مع تركيز على الأونلاين بشكل أكثر من اللازم والسنين لكن من حسن الحظ أنه هذا الموقف تغير مع إعادة تأكيدهم في اجتماعهم الأخير أنه ألعاب اللاعب الواحد هي جزء جدا مهم من قائمتهم لكن مع استمرارهم في الاستثمار على ألعاب الخدمات الشيء اللي جدا متفاهم أيضا خصوصا مع تحقيق فيفا ولعبة استباقات F1 من استحواذهم الأجدد كودماسترز لنجاحات جدا ممتازة كانت سبب رئيسي في أنهم يحققوا عوائد عالية في الربع الماضي شاركونا بالتعليقات رأيكم عن كلام بليستيشن حول Call of Duty وهل تشوفوا أنه كلامهم صحيح من ناحية شبه استحالة منافسة عملاق ألعاب الشوتر على الأقل في الفترة الحالية وإيش رأيكم في باقي الأخبار من أكبر الشركات في الصناعة وكالعادة شكرا على المشاهدة